نظمات عمادة كلية العلوم الإدارية قسم المحاسبة جامعة عدن دفعة طوفان الأقصى خريجي الماجستير حفلا تكريميا وذلك بمناسبة استكمال الدراسة التمهيدية وفي الحفلة ألقى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح بوسهيل كلمة نقلة حياتي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري إلى عمادة وإسادة وطلاب دفعة طوفان الأقصى متمنيا لهم التوفيق والنجاح وحيى أبو سهيل طلاب دفعة طوفان الأقصى خريجي الماجستير ليصبحوا رافدا أساسيا في المجتمع في تخصص المحاسبة ويرشدون مؤسسات الدولة في ظل الظروف السيئة التي تمر بها بلادنا كما عبر الدكتور ياسر باسر دعمة كلية العلوم الإدارية عن شكره إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري على دعمه ورعايته لهذا الحفل التكريمي من قبل الدفعة اشتركوا في القناة